موسيقى اليوم حبيبتي فالأخبار المسربة هذه الأيام قبل انعقاد مجلس الوزراء اليوم كانت تنص على احتمال فتح الرحالات الجوية في شهر جوان في 13 جوان لكن القرار النهائي اليوم لرئيس عبد ماجيب تبون بعد انعقاد مجلس الوزراء الذي ترأسه السيد عبد ماجيب تبون فعلى العكس من الرحالات الجوية السابقة فان الرحالات المقبلة تخضع الى اجراءات صحية سارمة وخاصة خضوع المسافر عند وصوله الى المطار بالجزائر الى كشف اخر سوف يقدم كشف قبل السفر ويخضع الى كشف ثاني عند وصوله الى المطار فالوضعية الصحية في الجزائر مستقرة الحمد لله وحملة التلقيح بطيئة جدا نوعا ما فالمسافرين سواء اجانب او الجائن الجالية الجزائرية فعليهم تقديم كشف مدته لا تتعدى 36 ساعة عند وصولهم الى المطارات بالجزائر فاذا كان الكشف سلبي فيسمح للمسافر الدخول اما اذا كان الكشف ايجابي فيخضع المسافر للحاجر الصحي مدة عشرة ايام بشرط ان يكون هذا الحاجر على حساب المسافر يعني على عاتقه هو اللي يتكلف بمصاريفه كما اعلن وزير الصحة بمبوزيد البارحة فالقرار احبائي حبيباتي رسمي من مراسيم موثوقة وفتح الحدود يكون جزئي ابتداء من اول شهر جوان بمعدل خمس رحلات اسبوعية من وإلى الجزائر من وإلى ثلاث مطارات بالجزائر اللي هي مطار الجزائر العاصمة ومطار وهران وخصنطينة بمعدل خمس رحلات في الاسبوع وإلى حد الآن وإلى حد الآن في البيان رئيس الجمهورية لا زال غير واضح هل الرحلات ستكون استثنائية أو دائمة أو سوف يرفعون معدل الرحلات في الأيام المقبلة أم ماذا؟ فسوف يتضح ذلك في الأيام المقبلة بحول الله ففي الأيام القليلة الماضية كان نشر بضعة قنوات قرار يقولون باللي قرار من مسادر رئاسية لكن هذا القرار كان مزور للأسف أما القرار هذا الأخير فهو قرار رسمي أحبائي وسوف نترقب الجديد في الأيام المقبلة بحول الله إن شاء الله خير إن شاء الله يفتحوننا الحدود ونرجع إلى بلادنا ونشوف عائلتنا ونشوف أولادنا وفي الأخير أحبائي حبيبتي أقول لكم هنيئا لكم بهذا الخبر المفرح لنا ولكم وشكرا على متابعة الفيديو إلى الآخر وأتمنى أنني أفدتكم ولو بالقليل وإذا أعجبكم هذا الخبر حبيبتي أحبائي لا تبخلوا علي بلايك وبرتجوا هذا الفيديو باش يتفادوا كل الجالية الجزائرية الموجودون بالخارج والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة